حكينا كده عن كواليس التدريب الأول للأهلي مبارح قبل المباراة كانت عاملة ازاي كولر بيستعد ازاي هو مرس الكولر بعد المارش الأخير بتاع سرميكا كلوباترا تعرض لنقد جديد الأداء ما كانش كويس وهي عمل روتيشن لو احنا خدنا بالنا لعب كل الدكة ده يمكن خلى جمهور الناد الأهلي شوية بدأ يتحمل عليه اللي هو ثقة زيادة وغرور الراجل هنا الموضوع بيحمل وجهة النظر يا ثقة زيادة وغرور يا إما بيجاهز مفاجأة للزمالك وانا وجهة نظري بيجاهز مفاجأة للزمالك هو عارف ان جوميز المدير الفني الناد الزمالك اكتر واحد جمسك الناد الزمالك اخر السنين اللي فاتت ديت وعنده حظ شوية زائد فكر في التعامل مع كولر فاهم دماغ كولر تحديدا يعني لعبوا اربع مواجهات منهم واحدة يعني ما تلعبتش الليل ماتش اللي انتسحاب ده كسب اتنين وخسر منش واحد فده ريكورد بالنسبة لمدرب ناد الزمالك مع مدير الفني للناد الزمالك ما حصلش السنين اللي فاتت كلها فحاجة مختلفة المدير الفني الوحيد اللي بيقدر يتعامل معي حتى الخسارة الوحيدة اللي خسارها في الكاس في السعودية كان البوزيشن لناد الزمالك في خط الوسط محدش كانت توقع برضو فأصبح دلوقتي مرسل كولر حاس انه اكتب مفتوح قدام جوميز المدير الفني الناد الزمالك فبيلعبوا لعب دلوقتي زي ما نقول كده يعني شطرنج كل واحد فيهم بيحاول يجاهز فالراجل محبش يفرد كل الأوراق بتاعته قدام فريق سراميكا كولوباترا ويجهز له مفاجآت علشان ما عرفوش من اللي يجاهز والي وقف على رجله فيه تشكيل أنا حسنا موضوع مفاجآت ده تمني منك انت لا لا بالعكس انا ما اتمناش يبقى فيه مفاجآت ده للعلم يعني أنا بالعكس ما اتمناش يبقى فيه مفاجآت جوميز المدير الفنية زي ما لك بيعرف ان هو يتعامل مع مرسل كولور الراجل اللي عنده دايما حس هجومي بيحب لعب الكرة كلاسيكية حتى عشان كده ما تلاقوش دايما ماي اللي لعب بزبط اي المختلف يعني ليه النهارده جوميز قادر ان هو يلعب قدام كولور ويكسب يعني يكسب السوبر ايه المختلف اللي عمله جوميز ف ما هي دي الاستراتيجية اللي بقول لحضرتك عليه دلوقتي لا استراتيجية اللعب الكلاسيكي اللي بلعبه كولور بلعب لعب كلاسيكي بحت اللي هو كلاسيكي القديمة اللي هو باصي 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 عنده جنشوت حتى هو بيحبش لقاب الحريف تلاقيه مشى قندوسي مش عايزه وعمر سليمية بيشاركش اي لاعب عنده الفنت او المهارات احمد عبدالقادر برضو مش عايزه اي لاعب دريبلينج او مهارة او كده بتلاقيه مش موجود هو رجل كلاسيكي جدا الكرة دي تنفعت مع كل اندلة في مصر بعادة سبحان الله زمالك رغم ان زمالك مش مستقرة من ناحة الدوري فكرتو جت على الطبطوب بالنسبة لجوميز المدير الفني للنادي زمالك لان جوميز الناحة التانية بلعب كرة اكتر منطقية يعني هنا منطقي وهنا زي ومنطقي فاحنا هنلعب لها بحنا الاتنين بقى هننام مع بعض هتنيم باللوط هتنيم بالزبط المرش يبنيم هل هم الاتنين قصدين كده ولا مستوى الفرقتين اصلا خلال الفترة اللي فاتت بيؤكد ان هو مش المستوى اللي تشوف فيه مهارات وتشوف فيه هجوم فعايزين يلعبوا هم الاتنين بنفس الطريقة دي بالعكس ليس عشان السوبر الماصر يعني انا فاهم بس الحالة الفنية يعني تقصد اكيد من الخروج من سيزون لسه لعبة مشوقفة عن رجلها ولكن السكوات بتاع النادي الاهلي قوي جدا هو الراجل عنده بعض الجبن وده اللي بدأ ممكن يبنى لجمهور النادي الاهلي بدأ يحس ان هو فك لجام شوية خسرته للسوبر الافريكي محدش ابدا كان يتوقع ان ممكن النادي الاهلي يخسر بالاخص عشان الحالة الفنية لعبة نادي الزمالك بالمقابل بالحالة الفنية لعبة النادي الاهلي فرق كبير جدا لكن هو عنده مشكلتين زي ما انا اقول لك اول مشكلة ان الراجل كلاسيكي لعبه ونمطي محفوظ اي نادي بيلعب قدامه على ان هو ينامل ماتشه ويتعدل معاه يقدر ان هو يتعدل بيلعب على تفضية المساحات نادي الزمالك بيلعب بالوقت على البوزيشن فانا اصلا ككلور كمدير فن النادي الاهلي المشكلة اللي بيقابلها ايه ان انا عايز امس الكورة عشان ابتدي اوزع في لعبة كلاسيكي اللي قتلك عليها واحد اتنين فالنادي الزمالك عمل تدعمات كلها في خط الوسط اصلا اللي هي المكان اللي الاهلي بيبدأ فيه الهجم فده لأصبح بقى فيه تكتل كبير جدا الفرقتين ما بيقدروا انهم يعملوا هجمات كتير على بعض فبالتالي النتيجة بعد كده بتروح للنتاج اللي احنا بنشوفها تعادل سلبي لا جمهير الزمالك كانت راضي عن ادوه مع بيرامدز ولا جمهير الاهلي راضي عن ادوه مع سراميكا كليباتر